إلى فقرة السوشال ميديا وآخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك وتويتر وفي هذه الفقرة نقوم برصد أبرز الأحداث وأبرز التعليقات التي تم تداولها ما بين الشخصيات وأيضا المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا الجميع يعلم بأنه انتهت أمس الانتخابات البلدية والتي قام بها المواطنون من خلال اختيار ممثليهم في المجالس البلدية من رؤساء وأعضاء بحيث يتوقع من الفائزين النهوض بالبلديات وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين فيها وقد كان لافتا حدوث بعض المشاجرات والخروقات الأمنية كما وصفها وزير الداخلية أحسين هزاع المجالي في مؤتمره الصحفي المشترك أمس في وزارة البلديات صفوة حددين مثلا انتقد في تغريدة له على تويتر أحداث الشغب التي رافقت عملية الاقتراع وأعلان بعض النتائج الأولية في انتخابات البلديات أمس لقوله الشغب والعنف المؤسف الذي يرافق عملية الانتخاب والفرز يعكس بوضوح أن النظام الاجتماعي في الأردن عصية على محاولات الديمقراطية في الاختراق القائمون على حزب الاتحاد الوطني على تويتر باركوا للأردن نجاح العملية الديمقراطية قائلين نبارك للوطن نجاح الانتخابات البلدية وندعو الله أن يوفقهم لخدمة الوطن والمواطن وتقديم أفضل الخدمات بكل شفافية ونزهة الخبير البيئي محمد عصفور تحدث أننا كشعب لا نملك بعض المقاومات التي تؤهلنا لانتخاب أمين عمان الذي يتم بالتعيين من خلال مجلس الوزراء حيث قال أقولها وبشيء من الأسى لم نصل بعد إلى درجة من نضوج الديمقراطي حتى ننتخب أمينا لعمان وطالما خرجنا أمس من أجواء الانتخابات البلدية التي لا تنتهي بيوم الاقتراع نريد أن نشارك وإياكم صورة لشارع مضاء نهار اليوم في عمان هذا الموضوع الذي حقيقة أرقنا جميعاً ولفترة طويلة من الزمن وما زلنا نشهد لغاية اليوم أرسلها لنا الصديق زيد الصاحب من منطقة ضاحية الأمير علي شكراً إلك زيد الشوارع مضاءة خلال النهار هدى خالد يوسف انتقدت مثل هذه التصرفات التي تبدر الطاقة قائلة وبعدين بصيروا يحكوا عن ترشيد الاستهلاك إذا الحكومة نفسها عم بتبذر بالطاقة وبعدين بصيروا بدهم يرفعوا أسعار الكهرباء إلى الملف الأبرز عربياً ودولياً حيث تنشر مواقع إخبارية أخبار تتعلق بالضربة العسكرية القادمة لسوريا وبرجع بنبع أنه برنامج نبض البلد الذي تشاهدونه مباشرة بعد نشرة الأخبار يتحدث عن هذا الموضوع اليوم مع زميلنا محمد الخالدي إذن هذه الأخبار تشكل مادة دسيمة لمستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية الكاتب الصحفي ياسر الزعاتري كتب على تويتر في الحروب والمواجهات العسكرية من سهل تحديد ساعة الصفر والانطلاق لكن الأصعب هو تحديد النهاية فضلاً عن ضبط النتائج والتدعيات اشتركوا في القناة